السؤال ده يا دكتور عماد عشان الكل يحضروا يحضروا لأجابة لأنه مش هيلاء إجابة أنا هحطه يا دكتور بحط أي حد في خانة اليك كزان بنقول ليه بقى؟ هقوله ببساطة شديدة جدا اسم الحجامة إيه في البحث العلمي؟ ببساطة شديدة اسمها مسميات الحجامة إيه في البحث العلمي لو قال أنا ملهاش أي مسميات ودي كلام ملوش أي أصول هقوله أنت إنسان جاهل ولم تقرأ في البحث العلمي عن الطب التكميلي أو الحجام مقاطل شارس يا دكتور أمجد يعني وداخل داخلة قوية لا مش داخلة قوية داخلة واضحة طب ولو قال اسمها في البحث العلمي اسمها كابنج سيرابي واسمها ويت كابنج سيرابي هقوله مال جيت ليه تدعي تدعي على العلاق بالحجامة إنها مش شيء علمي وإنه شيء منتشر في البحث العلمي الحقيقة ده اللي احنا شفناه ببعض يا كده يا كده بعض البرامر وبعض المتخصصين وفي بعض المسؤولين كمان يعني كانوا بيهاجموا الموضوع بشراصة ما ينفعش المهاجم يا دكتور حاجة علمية موجودة عشان كده النهاردة عايزي حاجب هقولي إنها مش موجودة يبقى أنا أضحك على الناس المقاتل والمدافع عن الطب التكميلي عايزين بقى ناخد الموضوع كده ونشوف جزوره لحد ما نصد لأهميته وفويده على أرض الواقع فحاجة دينا بقى الخلفية التاريخية عن التاريخ اللي لك بالحجامة معروف بداية يا دكتور الحجامة يمتد بالتاريخة إلى أول الزمان فين أول الزمان المسجل تاريخيا بين مصر والصين أهداني رئيس أكاديمية البحث العلمي معالي الأستاذ الدكتور محمود صقر أهداني كتاب عن بردية إبرس أو بردية إبرز بردية إبرز أو بردية إبرز مسجل فيها الحجامة كوسيلة من الوسائل العلاجية جميل يبقى إذن الطب الفرعوني القديم أو المصر القديم لأن الحضارة المصرية القديمة أعتقد أنها لا تقف على الحضارة الفرعونية فقط وإنما تاريخ قديم للحضارة المصرية القديمة يعني نقدر نقول أن هل الحجام يعني وسيلة قديمة ولا هي حديثة؟ جدا لا هي وسيلة قديمة جدا حتى في الطب الصيني اليوناني ميديسن طب اليوناني والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى على العلاج بالحجامة خيروا ما تدويتهم به أنا محبش أتكلم في الجزء ده لأن في الأول والآخر يا دكتور عماد الحجامة وسيلة طبية علاجية طب عايزين نقف قدام فقوة ما عليش تسمح لك أنا بقطع حضرتك يعني بس أنا بحط مكاني يعني نفسي مكان يعني الرأي الآخر اتفضل يا دكتور فيعني اتحملني بصدر راحب اتفضل يا دكتور